طب عايزك تكلمني عن التعليم الفني لانه كان فيه مشروع كبير لتطوير التعليم الفني لم ينجز منه إلا المدارس اللي بتقمها المصانع وتاخد الختمة من الوزارة وتشغل الولاد بعد كده في المصنع دي حاجة جيدة طبعا بس ما نقدرش نقول ان الدولة طورت التعليم الفني لا خلينا نتكلم في ان الدولة طورت التعليم الفني فضل بنسب اه بنسبة معينة اصلاحنا عندنا نوعين من التعليم الدبلومات اللي احنا عاد فينها الزراعة واتجارة واصنع ده دبلوم وده ليه مقيس معينة وليه درجات معينة اما المدارس التكنولوجية اللي كانت مشاركة بين وزارات التربعة والتعليم والقطاع الخاص اللي زي مدارس المصوغات ومدارس المية ومدارس طبعا العربيات ومدارس العربي العربي توشيبة ومدارس الأسماك في الغرداء ومدارس مش عارف ايه الطاقة الشمسية في أسوان ايوة بس ما نقدرش اقول ان ده بس هو التطوير فين الجهد اللي عملات الدولة لا ما نقول له حداك حاجة الدولة ادت لرجال العمال الوردر بان هما يشتغلوا تمام وده حاجة حلو تمام ما هو ده بمشاركة مع الدولة ايوة بس هل ده كل العدد اللي داخل التعليم الفني كام واللي بيحصل على فرصة في المدارس دي كام لا ما المدارس دي لها نوعية خاصة ما بيدخلاش اي حد لازم بيكون جاي مجموع كبير من 240 و 250 و انا طالع فوق ده في بعض مدارس بيكون من 27 فدي بايدة عارضة عايزة طالب وعايزة قدرات معينة ايوة بس بيتخرج زي الفكرة كنت أحداك مطالفة المقدمة في مقدمة الدرنامج ايوة فكرة سوق العمل اه هل الطالب هنا بيطلع يشتغل اه اه بيطلع يلاقي سوق العمل مستنيه اه بالعكس ده الطالب ده بيطلع اسميشياليست متخصص وبالتالي بيقدر بيقدر يطور نفسه ليه لانه هو درس صح واشتغل صح وراحل مصانع صح انا ما كنت سافرت اوروبا كان فكرة التعليم الفني اصلا ايما على ايه ان انا بيقيم مدارس في المصانع وجوه المصانع وبالتالي الطالب بيطلع ايه بروفيشنال في الشغلية يعني كل التعليم الفني في المانيا مثلا وفرنسا رؤيدة الصناعة وفرنسا مثلا بس طبعا المانيا يعني كصناعة جبار هل مبني على كده بس بس يعني طيب خلاص نلغي المدارس الفنية وخليها كلها كده مش نلغيها ما هو ده فكرة ما هو ده الفكرة اللي لازم ايه اللي حدك الفكرة اللي تغير عشان اطور لازم اقعد افكر اي فكرة في العالم بتبتدت بحلم از احلمت از قدرت احلم ايه هقدر انافس صح طب ازا ما احلمتش اه معلش يعني هو رئيس السيسي مبتدى يحلم بالجمهورية جديدة بالمشروعات القومية اللي بتحصل في مصر النسكة بتتحق صح ايوه كان حد يتخيل وهو قالها وهو قالها في كذا مرة قالك النسكة بتقوله الراجل ده بيفكر ايه مشاريع ايه وبتاعه واحنا لقين ناكل بالزبط اه معلش هي طبعا اثرت على الشعب المصري اكيد شوية بس احنا لازم نتحمل هل كان حد يتخيل كم من المشروعات اللي بتحصل في مصر لا طب لانه كان ده حلم ومش في التوقيت ده ومش مع الازمات العالمية دي بالزبط ومش مع اللي احنا كنا خارجين منه ده واحنا ما كانش احنا ما نازم زنب ان كورونا جات ما نازم زنب في الحرب الاكرانية الروسية اي طبعا مصر وعلم كله طب وده مش زنب الدولة المصرية اقولك مفجأة ناوات فضل انا كنت بحكي كزا مرة قلت في البرنامج على اوروبا والمزاهرات اللي فيها بسبب نقص سلاسل الامداد في الغذاء واللي قلك هي ازازة ديت واحدة للأسرة كلها طول الشهر وا 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 النهاردة اتفاجئت بشتري حاجة فالرجل قال لي بس احنا مصطورين انا اخواتي في سويسرا سويسرا بقالهم خمسة واربعين سنة وبيستلفوا مني دلوقتي سويسرا اللي هي اعلى مستوى معيشي في العالم حضرتك شفت النهب والسرق اللي بتحصل في الضوال الاوروبية الشانزليزي نفسه انا روحت الشانزليزي وراحت شفت عظمة فرنسا عامل ازاي اما بشوف المشاهد دي في التلفزيون بازع البجد طبعا ليه دول عظمة طبعا ودولة بتشعر النور للعالم كله اي اما يحصل فيها كده فنقول الحمد لله مش بنقول الحمد لله اه طبعا احنا احنا اكيد ظروفنا اقل شوية بس الحمد لله على كل الاحوال طبعا ان احنا عندنا الامن والامان موجود صحيح وما زال احنا عندنا خطوات كتيرة ممكن نعملها عشان نطور التعليم بس بس انا بوجه رسالة للمسئولين يعني صدقا مهم قوي ان انا احتمق بالتعليم شوية لان من غير التعليم مصري مش هتاخد المكان اللي لقيقه بها ابدا اي التعليم هو القاطرة اللي بتقود كل المجالات في مصر اي لان معلش المعلم هو اللي بيعلم الوزير معلش هو اللي بيعلم رئيس الجمهورية طبعا هو اللي بيخرج رئيس الوزراء طبعا هو اللي بيخرج كل الناس ما فيش حد ما فيه المعلم ما لهش فضل عليه وبالتالي لو اهتمنا بالمعلمين والمدلسة المصرية اقول لها حدكة صحية بسيطة جدا انه عندنا 23 مليون تلميذ في المدرسة الحكومية و 3 مليون في المدرسة الخاصة عندنا كم مدرسة 63200 مدرسة غالبا غالبا نصهم او اكتر من نصهم ماهول ماهول ايه يعني مافيهش تعليم ودي كارسة لازم ننظر للتعليم المصري بجد لو عايزين نغير الواقع ونطور المشروعات القومية الكبرى اللي بتعملها مصر دلوقتي ونحافظ عليها لازم نطور التعليم كويس احنا عندنا تجربة مهاتير محمد في ماليزيا انا كنت اقول لها حدك دلوقتي فضل مهاتير محمد في ماليزيا طور التعليم في 10 سنين بس هو عمل حاجة كويسة جدا افعل على نفسه افعل على نفسه ونطور اجر المعلم لأعلى اجر في الدولة والمعلم بالزبط كده في مقولة دايما انا بقولها كانت المستشارة ميركل بتقول حد على الهال هين احد القضاء سألها سأل المستشارة ميركل بيقول لها سيدة المستشارة ألم يحن الآن أو الوقت لكي تعطينا مثل المعلم تعطينا مثل المعلم ماديا ومكانة اجتماعية ردت على رد بسيط جدا أساويك بمن علمك يعني معنى كده ان المانيا برضو فيها المدرس أعلى أجرا من المهن الأخر احب بيه ما ينفعش الدولة تتقدم إلا إذا المعلم خد حقه ماديا ومعنويا ويكون هو الأول في كل حاجة ويكون تأهيله كمان طبعا لا تأهيله بقى فترة السودة بتاعت اللي كانوا بيعملوا في المدرس الابتدائي طبعا هي برضو حالات شزة وخاصة لكن في الآخر ده يدل على أن ده مش فيهم حاجة خالص أصلي أستاذ إيهاب احنا خلينا نتكلم لو أنا عايزة يطور التعليم هطوره بعدة محاور المحور الأول المعلم صحيح وإزاي يطور المعلم وهو يطور نفسه وإزاي أربط الحوافز اللي أنا ادهاله بتطويره ده مهم جدا احنا دبعا مش في مجالنا احنا ناجدة كله يعني تاني حاجة المناك احنا عنده المناك في مصر عاكمة جدا تالت حاجة الطلاب هل الطلاب وصلوا لكياتهم اتغيرتهم اتغيرتش لا اتغيرت طبعا رابع حاجة البيئة التعليمية أو البيئة التربوية ماينفعش أطور حاجة من دول سيب التاني ماينفعش لازم الاربعة بالتوازي يتطوروا غير كده معلش يباحنا بنهرج وكنت بقول برضو في المقدمة وحضرتك صلاح لي ان العبقرية موجودة في مصر في الإنسان لو لو تواجدت بيئة جيدة بدليل انه مما بيشتغل برة وبيدرس برة بيحقق أعلى معدلات واللي مفروض يتاخد في ثلاث سنين بياخده في سنة وبينجح جدا جدا يبقى إذا لو أنا عملت له بيئة منضبطة حيبدع وحيورينا العجب وحتى المدرس المدرس بيبدع بس بيبدع عشان بيحط جيبه فلوس كتير يعني أنا ما صدقتش فيه مدرس جايب لأول السنوية العامة فقصويت جايب له عربية بمليون جنيه هل ده صحيح؟